موسيقى في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة سلمت محافظة الإسكندرية 55 منزلا لأهالي قرية فلسطين بنطاق حي العمرية ثاني بعد الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة والتطوير كما تم تسلم 54 رأس ماشية و37 مشروعا صغيرا بالإضافة لتقديم الدعم الصحي من خلال توزيع العديد من الأجهزة التعوضية وسمعات الأذن والأطراف الصناعية والكريسي المتحركة للحالة الأولى بالرعاية شهدت قرية أبو ريش بمحافظة أسوان تنظيم قافلة علاجية جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة في أسوان تضمنت القافلة مشاركة ثمانية تخصصات طبية حيث تم توقيع الكشف الطبية على عدد كبير من المترددين وصرف العلاج بالمجان وتحويل حالات للمستشفيات التابعة لمدرية الصحة هذا وتختتم أعمال القافلة الطبية اليوم الاثنين نظمت وزارة الصحة قافلة طبية مجانية بمنطقة عرب أبو القاسم بمركز القصصين بالإسماعيلية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقامت القافلة الطبية بالكشف على 650 مواطنا وذلك ضمن خطة القوافل العلاجية التي يتم تنظيمها في جميع التخصصات بالقرى والنجوة الأكثر احتياجا لتحسين مستو الخدمة الطبية تضمنت عشرة تخصصات طبية بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتزديل بمنظومة التأمين الصحي الشامل قافلة اليوم تحتوي على معظم التخصصات الطبية البطنة أطفال جراحة رمض أنفو أذن جلدية نسا وتنظيم أسرة بجانب معمل دم معمل تفايليات وجود صيدلية تحتوي على ميد صنف العلاج بالمجان وجهاز أشعة ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية أو تخصصات أخرى للمجمع الطبية